شارك الألاف من النشطاء في وعلستريت بمدينة نيويورك في مسيرة ضخمة تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلية على قطع غزة وضد شركات الأمريكية المصنعة للأسلحة والقنابل التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصر المدنيين العزل في القطع والتي خلفت عشرات الألاف من الشهداء والجرحاء ورفع المشاركون اللافتات الرافضة لتقديم هذه الشركات الأمريكية الدعم العسكرية والأسلحة الثقيلة والقنابلة للاحتلال الإسرائيلي لإبادة الشعب الفلسطيني وقصف مدنيين ووجه المتظاهرون دعوات لهذه الشركات للتوقف عن تزويد إسرائيل بالقنابل والأسلحة التي تهدف الارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطيني